رفع سفير الجزائر بفرنسا باسم الحكومة الجزائرية رفع تعوى أمام الهيئات القضائية الفرنسية على منظمة مراسلون بلا حدود بتهمة التشهير وتتعلق هذه الدعوة القضائية بالإدعاء الوارد في بيان نشرته منظمة مراسلون بلا حدود بتاريخ 19 من يوليوز على موقعها الرسمي مفاده أن الجزائر من بين الدول التي تحوز على برنامج بيغاسوس والذي تستخدمه للتجسس على أطراف أخرى وقد أكدت سفارة الجزائر بفرنسا أن هذه المزاعم المرفوضة علاوة على طابعها التشهيري والمضلل إنما تندرج في إطار تلاعبات المنظمة ويقصد هنا مراسلون بلا حدود وخلص البيان إلى أن الجزائر تؤكد أنها لا تمتلك إطلاقا هذا البرنامج ولم تلجأ يوم لاستخدامه بأي شكل من الأشكال